بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي طلبة الصف الاول السنوي بعد ما حضرتكم ذكرتم كلمات يونت سري طلعت من نصوص الريدينج والاستماع ذكرتم زمن وكمان زمن البسط سن ماضي البسيط متعاد في اول تلات واحد تعالوا مع بعضنا النقش وامتحان الوحدة بيجي تو هندرد تو هندرد ان سري صفحة 23 مع بعضنا كده نمبر وان مي سستر اند اي سن بروبلمز يعني انا واختي حلينا بعض المشاكل او كان لدينا بعض المشاكل وبالتالي ناخد سولفت يعني حل وهاد يعني كان لديه نمبر تو فولنتري وارك از اف اجريت امبورتنس يعني العمل التطوعي له اهمية عظيمة يعني العكس كلمة فولنتري للطوعي طبعا تبقى رقم سيلي اكمبولوسري وكلمة قبلوجاتري اللي ايه اجباري نمبر سري يعني تم القبض عليه بكوزف هز ديتس ديتس يعني ديون هي باس ماني تو سيفر البيبل لي رقم دي اود يعني يمتالى او مدهم بكثيرا من المال سيفر يعني العديد يعني الناس نمبر فور اه اي دونت ايرن يعني لا اكسب متش ماني از اكربنتر مثل الايه النجار number five it's kind of you to do the best work the voluntary work number six he died heavily died heavily in debt اللي هي رقم B يعني مغرق في الديون يعني عنده عليه ديون كثيرة number seven have you finished يعني هان خلصت your work طبعا ناخد already لإنه دانا كلمة wonderful رائع وبعدها exclamation mark وانا قلت لكم نستخدم كلمة already في نهاية السؤال الذي يصير الدهشة او الاعجاب ونعرف كده لما لايك البيتجريت واندرفل واو يقول لك علامة exclamation mark او يقول لك او يقول لك مسلا يوتوك short time number eight it's two months انه منذ شهرين since we visited اللي رقم B our uncle in a village يعني عمينا فين في القرية لان it's مدة زمنية since فاعل ها ماضي بسيط number nine said to me يعني من ما يدعو للحزن has been ill يعني كان مريضا since he was a young man لان احنا قلنا since اذا ربطت بين فعلين ها يليها ماضي بسيط والفعل التاني مضارع تام number ten مونة isn't here يعني مونة ليست هنا she has gone to the shops لانها ذهبت ولم تعود احنا قلنا have or has been to ذهب وعاد have or has gone to ذهب ولم يعود have or has been in or at يعني موجود فيه او يمقيم فيه تمام number eleven finally my mother يعني في النهاية امي has learned اللي رقم به how to use the internet now she can send emails او الان تستطيع ان ترسل اميلاد طبعا هنا ايه مضارع تام عشان اخترنا عندنا مضارعة number twelve بسانت never gets up early never يعني ابدا while on holiday عندما تكون فيه الاجهزات طبعا ليه خدنا never لان gets الفعل به ايه هناك since two thousand and one يعني 2001 number 15 ما يقرق similar similar يعني متشابع او يجب تعالي زلعالي بوس الرد يعني لهم احبار يعني number 16 هو is the owner owner يعني المالك of this big house الى هذا المنزل الكبير he must be a will see man لابد انه يكون رجلا سريا statistics show that the rapid growth in population creates problems for developing countries تشير الاحصاءات الى ان النمو السريع في عدد السكان يخلق مشاكل للبلدان النامية so why don't people have fewer children اذا لما لا ينجب الناس عددا اقل من الاطفال it has also been found that only when people's education and living standards begin to rise birth rates begin to fall وقد وجد ايضا انه فقط عندما يبدأ تعليم الناس ومستويات معيشتهم في الارتفاع تبدأ معدلات المواليد في الانخفاض now poor countries can't afford social services and all the age pensions and people's incomes are so low that they have nothing to spare for savings والآن لا تستطيع البلدان الفقيرة تحمل تكاليف الخدمات الاجتماعية ومعاشات الشيخوخة أو كبار السن ودخل الناس منخفض لدرجة أنهم ليس لديهم ما يخصصونه من أجل المدخرات لذلك يحتاج الناس لأبنائهم ليوفروا لهم الأمان في شيخوختهم ويمكن أن يكون تكوين أسرة كبيرة شكلا من أشكال التأمين وحتى عندما يكونوا صغار يمكن للأطفال المساعدة في مزرعة أو أرض صغيرة أكدت التحسينات في خدمات الصحة العامة والرعاية الطبية أن العديد من الأطفال ينجون في الطفولة ويقبرون كما يساعد الوالدين على العيش لفترة أطول فلا عجب أنه يتم إضافة السكان إلى كل الطرفين هذه الوالدين يجب أن يقتنع هؤلاء الأشخاص أنه مع وجود عائلات أصغر سيكون هناك المزيد من الطعام أو الغذاء والمدارس والمزيد من فرص العمل وبالتالي مستوى معيشة أفضل وهذا يعني تغييرات في الموقف أصعب كلمات القطعة ستاتيستيكس الإحصائات ستاتيستيكس رابد سريع رابد جروث نمو جروث كريايت يخلق كريايت ستاندرد مستوى ستاندرد ريت معدل ريت أفرد يتحمل تكاليف أو نفقات أفرد بانشن معاش بانشن انكم دفع انكم انشورنس تأمين انشورنس امبروهمنت تحسينات امبروهمنت سروايب ينقو سروايب انفانسي الطفولة انفانسي واندر عجب واندر كنفانس يقتنع كنفانس اتتود مواقف اتتود ق Beverly episodes Ancient Space Decreased The Number This Among Babies بسحن عاجزيقل الرعاية الطبية خفضت عدد الوفيات بين الأطفال أو الردة تبقى لتردي Medical Care 18 We have to convince people to يعني علينا أن نقمع الناس أن يكون لديهم طبعا إي أسر أو صغيرة تبقى C have smaller families 19 the underlined pronoun they refers to يعني الضمير زي اللي تحت خط يشير إلى A people 20 the best title for this text is يعني أفضل عنوان لهذا النص هو طبعا إيه رقم إيه لفامل بلانينج لو تنظيم إيه أسر 21 the underlined word survive means يعني كلمة survive التي تحتها خط تعني A stay alive و E exist 22 pension means money you get after you يعني المعاش هو المال الذي تحصل عليه بعدما طبعا تصبح كبير أو تتقعد من العمل وبالتالي إجابة A become older or B retire from work 23 why did people like to have many children in the past لماذا كان يحب الناس أن يكون لديهم كثيرا من الأطفال في الماضي طبعا لكي يزودهم بالأمان وأن الأطفال يمكن أن يساعدوا في المزارع الصغيرة عندما يكونوا مزارع صغارا B to provide them with security و E Achievement 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 يمكن إنجازه Achievable Achievable يعمل بجد Work hard Work hard العمل الجاد Hard working Hard working صبور patient T-I-E تنتق شه patient الصبر patience patience حقيقي real حقيقة reality reality بالحظ buy luck buy luck وبيسويها بالمعنى buy fortune buy fortune محظوظ lucky lucky أحلام اليقظة daydreaming daydreaming لكي تحقق أهدافك في الحياة يبقى أن قلت achieve كلمة الكاية دي ممكن نقوله to or order to or so as to achieve أهدافك يور goals أو aims أو objectives طب ليه جبنا كلمة يور ديت منين منين جات كلمة يور ديت لأن احنا عندنا القاعدة بتقول الضمير المتصل باسم يترجم على صفة ملكية أي صفات الملكية ملكي ماي ملكه his ملكوها hair ملكوها ملكوها لغير العاقل it's ملكونا our ملكوهم زير ملكك يور يبقى تو achieve your goals أهو عليك يبقى عليك ديت يعني you أهو have to يعني عليك أن يعني عليك منضر شيء مفروض عليه you have to يعمل بجد يعني work أهو hard and خلي بالك باية تتحلى ديت يعني يعني أن تكون يعني حانا احنا بنعمل عميات ترانزلية فروم عربك انتو عربك يعني من اللغة العربية إلى اللغة العربية مش لازم الواحد يقول لي يعني كلمة تتحلى دي أن تكون صبورا يبقى and be صبور يعني patient أهو فالنجاح الحقيقي طيب يبقى حنقول الحقيقي نجاح طب فادي انترجمها ازاي عندك حلين يا إما تحط as وتعملها حرف small وتكمل الجملة على كده يا إما تحط full stop وتبدأ كأنك بتبدأ بجملة من الأول فهنبدأ الجملة منه هنقول real success real success اللي هو النجاح الايه الحقيقي طيب سؤال بقى هنا ليه هنا هوت ما قلتش ah real success لأن كلمة success الله يرضى عليك لأن كلمة success اسم مجرد معناوي يعني اسم مجرد معناوي يعني محسوس وليس ملموس وهو من الأسماء التي لا تعد والأسماء التي لا تعد لنضع أمامها أداة نكره ولا تعريف إلا إذا كانت مخصصة تاخد ذات يبقى ليه ما حطناش هنا عشان كلمة success من الأسماء التي لا لا تعد real success in life يعني في الايه ها في الحياة طب سؤال تاني ليه ما قلت ازا life ليه قلت life لأن كلمة life بمعنى الحياة بمعنى الحياة بوجه عام لا يوضع أمامها أداة نكره ولا تعريف real success in life doesn't come doesn't come لا يأتي اهو doesn't come buy عن طريق اهو الحظ اللي هو إيه بقى luck or اه حلام ليه أخص اللي هو إيه بقى day dreaming وبرضو لحظة من كلمة luck أو day dreaming الاتنين ما حطناش جدامهم أداة نكره وتعريف لأن دولت أسماء معنوية يعني بالتالي أسماء لا تعد فلا يوضع أمامهم أداة نكره ولا تعريف نقول how to improve our life يعني كيف نحسن من حياتنا هتبدأ زي ما احنا متعودين بالبغرافة الآن مقدمة فعنقول فيه كده جمعة improving يعني تحسين improving our life is a must يعني تحسين حياتنا ضرورة isn't it أليس كذلك تمام what should يعني ماذا يجب what should we do to achieve success يعني نحقق نحقق النجاح and mix ونجعل our life بيتر نخلي حيات بتاعتنا أفضل تعالوا بقى نشرحه كده بص يا جمعة نقول إيه we can improve our life أهو we can improve يعني نستطيعنا نحن نحسن our life يعني حياتنا by hard work يعني hard work يعني العمل الجاد success يعني success النجاح smiles يعني smiles يعني يبتسم only فقط to those إلى هؤلاء who are brave ما معنى كلمة brave شجعاء industrious عمليين مش نس هؤلاء طب ايه كمان adventurous adventurous يعني مغامري and self-reliant self تمام كده to improve our life to improve لكي نحسن our life لكي نحسن حياتنا تمام one 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 needs يعني يعني يحتاج to develop the develop certain يعني محدد qualities يعني صفات محددة you must you must فمن الضروري you must know ان تعرف you must know your aims يعني يجب انك كده تعرف الاهداف بتاعتك and the objectives 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 يعني الاهداف of your life الحياة بتاعتك تبعرف الاهداف انت عايزة ايه في الحياة you should be clear you should be clear ويجب انك تكون واضح ان these objectives في هزيه الايه الاهداف تكون الموضوع واضح واختعيتك once you decided your aims once وعندما او بمجرد ان once you decided your aims انما تكون حددت الاهداف بتاعتك career الحياة المهنية بتاعتك you must you must يعني عليك pursue pursue زم يعني تلاحقهم with great care بعناية فائقة ايه كمام patience ما معنى كلمة patience صبر يعني hard work تمام hard work يعني hard work يعني العمل الجاد and sincerity يعني sincerity يا جماعة sincerity المقصود بها الايه الاخلاص a person الشخص shouldn't be afraid يعني اخايف of making معنى كلمة making يعني ارتكاب mistakes يعني ارتكاب الايه الاخطاء but should try and try but should يعني يجب try يعني يحاول and try to achieve لكي يحقق success يعني الايه النجاح one الفرد should يعني يجب trust يعني يسق trust in his abilities in his abilities يعني الفرد ينبغي ان يسق في ايه في قدرات he ought to يعني يجب he ought to to use his past يعني ماضي experience يعني الخبرة تحته الماضية and not to make وقال لا يتعجل make ايه بقى quick decision ما عملش قرارات سريعة لازم يقبع عنده قراراته بتأني تمام it's important ومن المهم it's important يعني مين المهم to ask ان احنا نسأله to ask wise people يعني wise people يعني الناس اللي عندهم حكمة wise people for advice من اجل الايه من اجل النصيحة you should you should او a person should have have a sufficient ما معنى كلمة sufficient يعني كافي sufficient period ما معنى كلمة period يعني فترة off time من الايه طيب معنى الايه الوقت to carry ما معنى كلمة carry carry out يعني ينفذ to carry out aims يعني ايه لينفذ الايه الاهداف but he او you sorry اخلى 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 اصبع حقا ده هنا shouldn't يعني لا يجب exceed يعني ايه exceed يا جماعة يتجاوز the certain time يعني the certain time يعني الوقت الايه المحدد تمام هنختم بقى يا جماعة فهنقول ايه in short يعني بيه اختصار to achieve to achieve لكي نحقق success and improve ونحسن our life حياتنا a person الشخص a person الشخص should يعني يجب should enjoy يعني يستمتع به enjoy certain يعني محدد certain qualities يعني صفات محددة and do his best ويبز القصارى جهد to achieve لكي يحقق better life يعني حياة افضل والله خير الموفقين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة